ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه حتى ما يتصور الناس أنه إذا تصدقنا طيب نقص اللي عندنا لا قال تزيد طبعا في البركة وتزيد لأن الرصيد هناك هناك عنده ما نقصت صدقة من مال يعني بل تزيده قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ هذه يا إخواني أمثلة يعني من اللفتات النبوية كيف كان عليه الصلاة والسلام يصحح المفهومات يلفت أنظار الناس إلى أشياء خلاف السائد حتى يتم الانتباه لهذه الأمور العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع شرعه